ست أم مصطفى ما لحقتش النهار ده صلاة الفجر وغلبها النوم فصلت الفجر عشرة الصبح فهي بتقول هل ده قضاء أم أداء لا طبعا ده اللي حضرتك صلتي ده قضاء وليس بأداء وإنت معذورة بالنوم لأنه غلبك النوم يا ست أم مصطفى بالنسبة لي سؤالك التاني النبي عيسى والسلام قال إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها أنت معذورة بالنوم الذي غلبك يا ست أم مصطفى السؤالك التاني أن زوجك متزوج بامرأة أخرى وبتقولي هو هيقابل مين مننا يوم القيامة يعني هيكون معكما إن بقي معكما في الدنيا وكذلك هيكون الأمر في الآخرة لكن الأحوال في الدار الآخرة مختلفة لأن الحياة في الدار الآخرة مختلفة وربنا سبحانه وتعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل أخوانا على سرر متقابلين الشحناء والبغضاء وإحساس الضرة بأختها وكل الحاجات دي بتتلاشى تماما يوم القيامة والأمر كمان أوسع وأكبر في رغبات أهل الجنة أيًا بقى كانت رغبتهم دي إيه؟ الأمر أوسع وأشمل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فاللي أنت عايزة كمان هو ما سيكون وما سيتحقق لكن إحنا أحوالنا هناك مش كما مش زي أحوالنا في الدنيا اللي هي دار الامتحان واللي هي فيها الإنسان مركب بأمور بعقل ومركب بشهوة ومركب فيها برغبات وتطلعات وغيرة وحسد وقلأ وغضب للآخر غير اللهم اجعلنا من أهل الجنة شكرا